شدد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة وجود تحرك دولي جاد ومنسق لإنفاذ هدنة إنسانية فورية وتجنيب تعريض المدنيين الفلسطينيين للمزيد من ويلات التصعيد الإسرائيلي وتحت مباررات مغلوطة بمساميات حق الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب جاء ذلك خلال اللقاء شكري بالمبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد من جانبه أعرب ساترفيلد عن تقدير الجانب الأمريكي للدور المصري الهام في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطع غزة وتنسيق سنائي القائم في هذا الصدد وبالتعاون مع المنظمات الأممية وأكد المبعوث الأمريكي الحرص على استمرار العمل المشترك لضمان إنفاذ المساعدات بشكل مستدام وكامل خلال الفترة القادمة